من أغسطس العام الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصح متابعيه على تويتر لو كانوا محتاجين محامي شاطر عليهم أن يبعدوا عن مايكل كوين الغريب هو أن مايكل كوين محامي ترامب لأكثر من عشر سنوات وكان بيظهر في البرعمج للدفاع عن ترامب وحتى كان يقول أنه مستعد يأخذ رصاصة في صدره بدل الرئيس ليش بعد ما كان مقرب صار اليوم مغضوب عليه القصة مثيرة جدا والبداية كانت مع سؤال المحققين لكوين عن وضعه المالي الشخصي باختصار سألوا من أين لك هذا وكان هذا الكلام خلال أول سنتين من ولاية ترامب كوين قال في نفسه ما راح أطيح لحالي وانقلب على الرئيس السابق ترامب أو مديره السابق وتعاون في عدة تحقيقات بما فيها قضية تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية قبل أن يبرم صفقة مع المدعي العام الأمريكي عشان يأخذ حكم مخفف مع أو من تهم أو يأخذ حكم مخفف من تهم التهرب الضريبي والاحتيال وانتهاك قانون الانتخابات ومن ضمن الاتفاق أنه كوين يشهد على مديره السابق ترامب فهل ستهز شهادة كوين والتفاصيل اللي حيذكرها بالبيت الأبيض وتطيح برئاسة ترامب؟ خلينا نشوف إيش قال أو كوين عن ترامب بعد أن انفجرت الأزمة بينهم خلينا نستعرض معكم أبرز النقاط في شهادة كوين أمام لجنة بمجلس النواب واللي بدأت قبل قليل النقطة الأولى أنه ترامب كان عارف بتسريب رسائل البريد الإلكتروني اللي أضرت بمنافستها الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016 وكمان النقطة الثانية أنه ترامب كان بيتفاوض لمشروع عقاري في موسكو أثناء حملة الدعاية في انتخابات الرئاسة رغم أنه ترامب قال على الملأ ما عندي مصالح تجارية في روسيا كوين وصف ترامب أيضا بالعنصر والمحتال والغشاش وأنه هو اللي أمره بدفع عشرات آلاف الدولارات لكارين مكدوغل وستورمي دانيالز عشان ما يكشفوا وجود علاقة جنسية بينهم وبين ترامب وانتهك بهذا التصرف قوانين تمويل الحملات الانتخابية لا وزاد الطين بلا أنه كوين قال أنه ترامب طلب منه الكذب في موضوع علاقاته الجنسية على السيدة الأولى ميلانيا ترامب اللي أخذت على عاتقها مساندته في الانتخابات الأمريكية ودافعت عنه في وسط كل المشاكل وفوق هذا كله حيأكد أنه ترامب كان على معرفة باجتماع في برج ترامب أو ترامب تاور في نيويورك يونيو 2016 بين مسؤولي حملة ترامب الانتخابية ووفد روسي خاصة وأنه اعترف رسميا أنه انتهى قوانين تمويل الحملات الانتخابية وقالوا أنه سوى كده للتأثير على مسار الانتخابات وبناء على أوامر ترامب اللي هو كان المرشح الرئاسي وقتها على العموم طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له وجهة نظر مختلفة تماما عن هذا الكلام وبينفي هذا الكلام كله لكن هل تطيح هذه الشهادة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ خلينا ننتقل إلى واشنطن حيث ينضم إلينا من هناك أستاذ العلوم السياسية أدمن غريب أهلا فيك معانا أستاذ أدمن إلى أي درجة ممكن أن تكون شهادة مايكل كوين مدمرة بالنسبة للرئيس الأمريكي؟ الكثير سيعتمد على ما سيقدمه مايكل كوين وهل لديه أدلة على ذلك؟ وإذا كان هناك فعلا أو مخالفات أو تتعلق إما بأمور مالية أو أمور سياسية أو بموضوع التحقيق الذي له علاقة بما يقوم به المدعي العام المستقل مولر فأنه قد يحقق يعني يلحق أضرار كبيرة بالرئيس ولكن في نفس الوقت الكثيرون هنا يتذكرون بأن مايكل كوين كذب على الكونغرس قدم معلومات مختلفة تماما في بداية هذه الأزمة وبالتالي فأنه الآن يتهم بأنه كاذب وبأنه لم يقدم الحقيقة من البداية وبالتالي فأنه سيواجه الكثير من الأسئلة كما أنه كانت هناك أسئلة أو تلميحات له بأنه هو نفسه اخترف الكثير من الأمور التي ربما لا يريد أحد أن يعلم عنها ورجاءت هذه التلميحات من أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين إذن هذا المسلسل يستمر ولكن الكثير سيعتمد على طبيعة المعلومات وما إذا كان يمكن التأكد منها أو تثبيتها ولذلك أعتقد أنه في نفس الوقت الذي سيحاول الديمقراطيون استغلال هذه الشهادة إلا أن هناك جمهوريين سيدافعوا عن الرئيس وكذلك الأدلة ستكون مهمة هنا كما أن كوهن يفتقر إلى المصداقية وبالتالي فهو عليه أن يثبت بأن لديه معلومات صحيحة ودقيقة ويمكن أن تكون مؤذية للرئيس ما هو موقف الرئيس من هذه الطعنة خلينا نقول بدون شك أن الرئيس كان يعتبر كوهن من الأشخاص الموالين له وبالتالي فأنه يعتبر أن ما يجري هو محاولة خيانة له وأن كوهن قام بصفقة لتخفيف الحكم عليه مع الأجهزة القضائية وبالتالي فهو مستعد أن يقول أي شيء ولذلك فهو يقوم بشن هجوم أو على الأقل قبل ذهابه إلى فييتنام للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي وجه انتقادات لاذعة لكوهن وقال أنه هذا الشخص كذب حتى تحت عندما أقسم اليمين في شهاداته أمام الكونغرس كذبة وكذبة على الرئيس وبالتالي فأنه لا يعرف كيف يمكن تصديق شخص مثل كوهن نعم طب أستاذ أدمن يعني الحقيقة نحن ما شفنا رئيس بهذه الكم من القصص والفضائح والمشاكل والخلافات وطبعا التغريدات ما في حياتنا شفنا تغريدات من هذا النوع هل هذه القضايا المستمرة والجدل ممكن أنها تؤثر على رئاسة ترامب أو احتمالية أنه انتخابه لفترة مقبلة أم أنها لا قوته خصوصا بين المؤيدين له فعلا هذا سؤال مهم جدا بدون شك أن هذا الرئيس مختلف عن يمكن القول أن ربما عن كل الرؤساء الذين سبقوه هو ليس لديه خبرة سياسية قبل ذلك ونرى ذلك من خلال التصريحات التي يدلي به ولكنه في نفس الوقت هو أيضا لديه حس سياسي ذكي جدا ورأينا ذلك مثلا خاصة في الأسابيع القليلة الماضية هذا الرئيس منذ قبل ثلاثة أشهر ومنذ حتى وصوله إلى البيت الأبيض كانت نسبة الدعم له كان هناك قاعدة كما تفضلت وذكرت موالية له بغض النظر عن ما يفعل أو لا يفعل وهذه تتراوح بين 36-37-42% وبالتالي هذه كانت دائما تدعمه ولكن كانت هناك نسبة كبيرة غير راضية ولكن بعد أن بدأ يستغل موضوع الجدار والدفاع عن الحدود في حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك ووقف الهجرة غير الشرعية رأينا أن والمعرك وأغلاق الحكومة والمعركة التي شن برزت بينه وبين الديمقراطيين إلا أن سمه في الأسبوعين الماضيين ارتفعت حيث أنها قد وصلت إلى 52% وهو رقم لم يسبق للرئيس ترامب وأن حصل عليه هذا يعني أن هذا الرجل ربما وجد في قضية الجدار قضية رابحة بالنسبة له وسيستغلها في الانتخابات القادمة حتى أن بعض المحللين ذكروا بأن الرئيس ربما أخر محاولته للحصول على 5 مليار دولار من الكونغرس عمدا وذلك لأنه يريد أن يستخدم هذه القضية في معركته ضد المرشحين أو المرشح الديمقراطي في انتخابات 2020 ويبدو حتى الآن أنه ليس صحيح ويواجه الكثير من المشاكل الكثير من التحديات هناك حتى بعض الأصوات الجمهورية التي تعارضه إلا أنه يبدو الآن في وضع أقوى مما كان عليه قبل أسابيع حتى ولكن طبعا لا يزال يواجه الكثير من التحديات وأعتقد أنه يجب أن ننظر إلى ما سيحدث إذا قدم مولر تقريره النهائي خلال كما يتوقع هنا خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين فإن الكثير سيعتمد على هذا هل نتوقع خلال الساعات القادمة الكثير من التغريدات الغاضبة من الرئيس الأمريكي؟ أعتقد أنه الآن منشغل بموضوع الرئيس الاجتماع مع الرئيس الكوري ولكن يجب أن لا نتفاجأ إذا فعلا غرد حول هذا الموضوع نعم طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة كان معنا من واجنطن أستاذ العلوم السياسية إثمان غريب شكرا لك